الاهلي وصل طبعا الامارات الامس وفي اللحظات اللي انا بكلم حضراتكم فيها بيبدأ تمرينه يعني وطبعا يعني عندكش وقت وقدرك انك انت بتخلص بطولة كبيرة في 10 تيام لعبت 3 مطشاط في منطقة اقل من 10 تيام كمان 15 حتى دينا 15 البطولة بدأت 12 لكن احنا بدأنا 15 خلصنا 22 يعني في 7 تيام لعبت اتحاد جدة لعبت فلومينينزي ولعبت قراء وردز 3 مطشاط من العيار التقيل عشان تسافر بعدها من سعودية الامارات تلعب مطشين باذن الله باذن الله يبقى لقى بطولة السوبر المصري او كاس النغبة في شكلها الجديد يعني او كاس السوبر بمسمها القديم مش هافي استقرر على ايه في الاخر كاس سوبر النغبة تلعب مع سيراميكا بكرا ان شاء الله واذا ربنا اكرمنا في مباراة الغد نلعب ان شاء الله النهاية امام الفائز من modern future وpyramids المباراة اللي هتتلعب بكرا بالمناسبة اقول لكم much pyramids and modern future هيكون الساعة اربعة بتوقيتنا في القاهرة دي طبعا لقطات من التمرينة بتاعت النهاردة زي ما حضراتكم شايفنا واعتقد انه في مساحة كبيرة جدا لمشاركة اسماء يا اما شاركة وقت قليل يا اما مشاركتش خالص في بطولة كاس العالم لاندية عندك اكرم ممكن جدا احتمال يبدأ بكرا مكان هاني ربيعة ممكن يبدأ بكرا كريمة دبيس ممكن يبدأ بكرا اليو ديانج في خط النص ممكن انا بقول اللعيبة اللي عندها فرص البداية لانه اعتقد كولر هيريح اكتر اللعيبة اللي لعبت التلات ماتشاط والله يولي لقش وبير ما يبدأش بكرا عندك مجدي افشة في نص الملعب اليو ديانج ملعبش عندك كريمة وفؤاد وطاهر يعني ياخدوش وقت كبير فبالتالي مش مجهدين قوي مودست ممكن يكون لي نصيف في البداية على الاقل في مبارات بكرا وبعد كده ان شاء الله بإذن الله يكون لنا كلام تاني في مبارات بيراما لكن في النهاية عندك اسماء كبيرة قوي تراهن عليها ده طبعا مارسل كولر النهاردة في المؤتمر الصحفي بيقول مواجهة سيراميكا كليوباترا لن تكون سهلة نسعى بقوة للفوز باللقب ونحتاج لجمهارنا غدا في ملعب المباراة النقلم السعودية للامارات مش هتختلف كبير كتير وزاي ما المدرجات اتملت في السعودية هتتملي بإذن الله في مبارات بكرا في الامارات في أبو ظبي تحديدا ان شاء الله كل التوفيق للعابتنا وجمهنا أثق في اللعابين وأنهم سيبدلون أقصى ما لديهم من منطلق المسئولية التي تقع على اعتقهم وسيكونون في كامل تركيزهم غدا ان شاء الله لا مجال التهاون أو تقديم أعذار أو الشكوى لأي سبب السوبر بطولة مهمة ونسعى إلى الفوز بها يعني اعتقد انه بطولة رد الاعتبار لمارسل كولر على الرغم الحقيقة منه يعني أنا قلت انه أسرع مدرب على مدار تاريخ الناس في اللي أنا شفته يعني رغم ان في أسماء كبيرة جدا أكبر من مارسل كولر كتير جت الأهلي وتولد مسئوليته لكن ما فيش حد نجح في انه يكسب ثقة الجماهير بالسرعة اللي اكتسبها مارسل كولر ورغم كده بداية الموسم كانت صعبة عليه وعلينا كجمهور وتعرض لانتقادات كتير وتعرض لتشكيك كتير جدا فيه إمكانياته وقدراته كان الرد الحقيقة في الملعب وكان طبعا دي لقطات من المؤتمر الصحفي طبعا اللي حضره مستر مارسل كولر ومحمد الشناوي نجم النادي الأهلي وقائد الفريق وبالتأكيد طبعا مهمة ليست سهلة على الإطلاق أنا متخيل طبعا انك انت تبقى جاي من أسبوع مشحون بالشكل ده وتسافر من بلد لبلد عشان تحضر فيه يعني وقت قليل جدا لمباراة سيراميكا كريباترا فريق كويس فريق عنده لعبة كويسة فريق عنده ضيفة كبيرة جدا بتنقل النقلة صعبة شوية معنويا على قال انت جاي من بطولة كاس عالم فهتلعب سوبر محلي بتبقى شوية يعني مش أحسن حاجة تحس ان فيه داون جريدين كده تحس ان فيه هبوط في البراشوت لكن في النهاية جمهورنا دي الأهلي عايز اللقب وجمهورنا دي الأهلي عايز البطولة ما عنديش شك كمان من اللعيبة بعد كرنفال كاس العالم ممكن يعمل له كبوة كده أو كبوة كده أعتقد ان النتيجة الطبعية بإذن الله هي الفوز والبطولة وتتويج النادي الأهلي بإذن الله ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي